التحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها يشكل التشارك بالمصادر في كثير من الاحيان تهديدا لامن المعلومات المتشارك بها حيث انه عند التشارك بالمصادر فانه يمكن الوصول الى تلك المصادر سواء كانت ملفات او طابعات من قبل مستخدمي الشبكة وفي هذه الحالة قد يكون احد مستخدمي تلك الملفات من الذين لا ترغب بالسماح لهم بالوصول اليها يوفر ويندوز 98 طريقتين للتحكم بالوصول الى المصادر وهما share level access control التحكم بالوصول على مستوى التشارك وuser level access control التحكم بالوصول على مستوى المستخدم لنبدأ اولا بالحديث عن share level access control عندما تقوم باستخدام هذه الطريقة للتحكم بمن يسمح له بالوصول الى المصادر المتشارك بها يمكنك ان تحدد كلمة مرور ترتبط بالمصدر الذي تريد التشارك به ويمكن لاي شخص لديه كلمة المرور ان يتمكن من الوصول الى ذلك المصدر نقطة ضعف هذه الطريقة في التحكم بوصول المستخدمين الى المصادر المتشارك بها هو انه لا يمكنك ان تحدد اسماء المستخدمين الذين يسمح لهم بالوصول الى المصادر المتشارك بها وبالتالي اذا تمكن شخص من الحصول على كلمة المرور لأحد المصادر المتشارك بها فانه يستطيع الوصول الى ذلك المصدر ويصعب معرفة من كان ذلك المستخدم هذه هي الطريقة الوحيدة للتحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها التي يمكن استخدامها في شبكة لا تتضمن خادما يستطيع تحديد صلاحيات الدخول الى الشبكة بما ان الشبكة التي نعمل على تشغيلها تعتمد باكملها على ويندوز 98 ولا يوجد خادم فاننا سنبقي طريقة التحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها لتكون التحكم بالوصول على مستوى التشارك لننتقل الان الى الحديث عن الطريقة الثانية للتحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها وهي User Level Access Control في شبكة تستخدم ويندوز NT او ويندوز 2000 او ويندوز XP يمكنك ان تطبق هذه الطريقة في التحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها والتي هي اكثر امنا من الطريقة السابقة حيث يمكنك ان تحدد اي المستخدمين تريد السماح له بالوصول الى المصادر المتشارك بها كما يمكنك ان تحدد الصلاحيات التي تريد اعطاءها لكل مستخدم تسمح له بالوصول الى المصادر المتشارك بها سنتعلم التعامل مع هذه الطريقة في الدروس الخاصة بويندوز 2000 وويندوز XP للوصول الى نافذة تحديد طريقة التحكم بالوصول الى المصادر المتشارك بها اتبع الخطوات التالية اولا اضغط بزر الفأرة الايمن على رمز الادات Network Neighborhood ثم اختر الامر Properties ترجمة نانسي قنقر